بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين مرحبا بكم أخواني الكرام في هذا الاستعراض الجديد لمجموعة من التطبيقات للتنقل في تونس واستخدام سيارات الأجرة إذن أخواني الكرام هذا الاستعراض موجه للأخوة في تونس على شكل الخصوص وللجميع عموما فمرحبا بكم في تونس إذن أخواني الكرام هذه التطبيقات ليست بالشيء الجديد على الأخوة في العالم العربي فلديهم العديد من الخدمات يستخدمونها لكننا في تونس هذه الشركات لا زالت ناشئة فاليوم سوف نستعرض كل التطبيقات المتاحة على السوق والتي جربت وأنا شخصيا وهي تطبيقات موثوقة سوف نراها من حيث الاستخدام وكذلك من حيث الأجر إذن فمرحبا بكم في هذا الاستعراض إذن سوف نذهب إلى أول تطبيق وهو تقريبا أشهر تطبيق في تونس إذن هذا التطبيق هو أفضل تطبيق يعني هو أول هو كان يعني التطبيق السباق نقوم بفتحه أخواني الكرام لن أستعرض اليوم طريقة التسجيل فيه لأن التسجيل سهل وسهل جدا نقوم بدخول أول شيء ثم نضع يعني رقم الهاتف تأتينا رسالة للتأكيد نقوم بتأكيد حسابنا ثم نقوم بدخول عن طريق الفيسبوك ثم سوف تفتح معنا هذه الواتف إذن هنا إذن هنا سوف تذهب من مكانك الحالي إذن سوف أكتب مثلا أنا أذهب إلى العمل أنا أكتب يعني اسم المكان ثم أضع إصبعي فوق لوحة المفاتيح إذن هذا هو إذن على الخريطة أقوم بتحدي أنا أحدث عن العمل أضغط عليه لأرابة أسعر وتوفر السيارة الأجرة في المكان الذي أنا موجود فيه الآن إذن إنامد رود هو مكاني الآن إذن إذن 19 دينار و900 مليم وقت الانتظار دقيقتين إذن هنا سوف أدفع هو يعني أول ما أتلاع مع تاكسي أدفع اسپيس قريبا سوف يقوم بي يكون واسأل أدفع البيتاقة الاتيمنية هنا أقوم بي سيلاكسي لطلب التاكسي أضغط عليها هنا يعطي أن يوجد تاكسي دقيقة هنا بإمكاني تغيير الادرس يعني المكان وإذا ضغط هنا يعني سأقوم بطلب تاكسي وسوف يوافق عليها إذن أحد أقرب تاكسي الموجود هنا ثم سوف تظهر لي واجهة بها اسم السائق وكذلك نوع الكرهبة السيارة واللوحة المنجمية وكذلك بعض المعلومات عنه منها رقم هاتفه بإمكاني الاتصال به وملاحظة أخواني الكرام إذا كان هاتفنا يدعم الجي بي اس أو البوسلة بشكل ممتاز فالسيارة الأجرة سوف يأتيك مباشرة إلى مكانك يعني هذا أفضل تطبيق خصوصا في تحديد المواقع إذن نذهب هذا هذا كما قلنا البول وسوف نذهب على على بعد على دات نضغط هنا طب بوتون إذن هناك أهلاك أدخول إلى تجربة هناك أكيدًا لديك إليك الإلكتروني حتى يأتيك فاتورة بكل المسارات التي ذهبت فيها هنا بإمكان التحديث مكان السكن وقال عملية و هنا لغة التطبيق بإمكان إنتغير إلى العربية أو ما شكنا و بإمكاننا يعني أخذ يعني إلى الكودة البرموشنية حقيقة هذا أفضل تطبيق لكن الأجرة مرتفعة قليلا نحن 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 نذهب إلى أنتيجو و المعروفة عنها في تونس باسم تاكسي سكوتر و هي ليست سيارة إنما دراجة نارية ذو مقعدين نحن نقوم بدخول إليها كذلك أخواني كرام التسجيل فيها سهل و سهل جدا يكفي الدخول و نقوم بتسجيل رقم الهتف الذي سيتصل به ثم يأتينا للرسالة التأكيد نقوم بوضعها ثم نقوم بتسجيل عن طريق Facebook أقوم بتسجيل عن طريق Google حسن المرحة إذن بعدما أكتب يعني مستشف إذن اضغط فوق لوحة المفاتيح بقليل فأجد هناك على إذن أجد المكان المقصود في المابس الخريطة أضغط عليه إذن موجود في بولت 8,640 تت 8 دنرات و 640 مليون لذلك يوجد أي دراجة نرية قريبة منها فإذا كانت هناك دراجة نرية من البحيرة إلى العوينة يعني هذه أماكن يتوجد فيها دائما التكسي سكوتر نرية 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 هناك لدينا أخر مقابل لتخفيز البحر ثم نرية نرية ونرية نرية ونرية نرية هذا طبيق جميل جدا نرية 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 الآن هذا التطبيق الجديد جديد جميل ومميز نرية ونرية من المثال نرية ثم نرية 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 إذن نذهب إلى هذا العذاب إذا كنت أكتب أضغط أضع إصبعي أبتال مستشفى 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 إذن هنا أخبرنا أن الرحلة بـ 16 دينار يعني 16 دينار يعني أقل من بولت تقريبا بـ 4 دينارات لكن وقت الانتظار أكثر وهو 25 دقيقة بينما بينما بولت يعني من دقيقتين إلى دقيق إذن إذا كنا متأكدين نضغط على Proceed يؤكد لنا السعر والمكان ثم أضغط عليك إذا أخذت الآن سوف يقوم بتأكيد السائق وأنتعليق بإذن الله في الرحلة وكذلك يعطيني عندما أضغط على بيانات السائق من اسمه ونوع السيارة وكذلك رقم هاتف إذن ننتلق إذن ننتلق هذا هو سالم ثم نضغط عليه ثم نضغط عليه أخواني كرام سالم التسجيل فيه معقد نوعا ما نقوم بمالء العديد من البيانات لأن هذه الخدمة سالم ليست لأخذ تاكسي يعني سيارة أجر إنما كراء سيارة بسائق يعني أو كراء يعني باس أو حافلة وكذلك بإمكاننا يعني طلب سيارة للنساء أو للأطفال سوف نرى ذلك يعني هو يطلب بيانات مثل اسمه اللقب ورقم الهاتف وحتى رقم البتاق التعريف الوطنية وبعض البيانات الأخرى مثل تاريخ الولادة ومكان الإقامة يعني عديدك مثل الاستمارة لأنه سيقوم بتزيل عقد كراء إذن بعد ذلك نقوم بفتح التطبيق إذاً بعد ذلك نقوم بفتح التطبيق أو على نضغط ونأكتب بعد ما نضغط أو على نضغط 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 بإمكاني الضغط بحث أو أرفع أصبر قليلا ها؟ أصبحت إذاً المعزر لا المعزر نصد تأكدا من المعزر تأكدا إنترى داخل وحاجة من المعزر مم كان 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 مستشفى تامربوطة ألف متا واو أمر ألف مقصور مستشفى اسباح اسباح ألف ألف لم الم نون ميم الم نون المن ح جيم المنج يا المنجي واو fourni par google anulé bouton مستشفى المنجي zone 2 efface la recherche مستشفى المنجي ساوليم virgule tunisic أمم أتغذت ماندز ماندز clavier if pq del bouton if drop off del bouton ordinaire هناك طيب دوهيكول نوع العربة التي سوف تأتي هناك عادية لكس فاخرة هناك للأطفال و هناك للنساء و هناك حافلة صغيرة سوف نرى كل هذه الاختيارات مثلا للسيارة عادية أضغط عليها لإعطيري الساعة 23.00 تند 23 دينار و أضغط عليها و ثم أضغط عليها فأقوم بتأكيد أضغط عليها لإعطيري الساعة لإعطيري الساعة لإعطار الساعة فاخرة من نوع LUX يعني الضغط 23.50 دينار وهي الرحلة تقريبا من منزلي إلى عملي تقريبا 20 kilomètres أو أختار لإعطار للأطفال سلام كيد 27.00 تند 27.20 دينار و سألغط عليها حافلة ساقرة 53.00 تند 350 دينار ويجب أن نضغط على مرحبا الآن هذا التطبيق هذا التطبيق يجب أن نحن تونس و الأخوة في الجزائر و الأخوة الأشقاء في المغرب يجب أن نضغط على مرحبا هذا التطبيق يسير أول ما أدخل كالعادة يعني أعطيني مثل بولت و مثل الانتيجو و مثل كابتي يعني أضع رقم الهاتف وأدعون تزيل الدخول عن طريق الفيسبوك فيملأ كل البيانات إذن ديستيناسيون كالعادة أنا أضغط على مكان حتى أرى فرم الساعة إذن ميم عين سد عين مستشف ثم أضع اسبعي وسط الشيشة أو فوق لوحة المفاتيح مباشرة هذا هو عندما أقول ذاقتنا وقت الانتظار مقدر ب27 دقيقة وهو وقت مرتفع و السعر العجرة 19 دينار و800 مليون إذن يبقى أفضل ولي طلب يعني أي سنة مضغط هنا على فاليد و هكذا نقوم حقيقة أفضل و أسرع تطبيق من وجهة نظري و من حيث الاستعمال هو تطبيق بولت و كذلك في المرتبة الثاني يأتي تطبيق كابتي هو تطبيق ناشا لكن أسعاره معقولة و أوقات الانتظار كذلك في تحص أرجو أن يجبكم هذا الاستعراض وسوف تجدون كل تطبيقات في مجلد واحد مرفوع على جوجل درايف إن شاء الله أتمنى لكم سفرة ميمونة وأرجو أن يعجبكم الاستعراض و لا تنسوا أخوكم من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته